خليني أقول لحضراتكم مجتمع النهاردة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أكد ودي طبعا بديرة خير يعني أنه في نية عند الاتحاد أنه يستكمل الموسم الحالي سواء كنا نتكلم على بطولة الدوري أو على بطولة الكاس وأكد كمان أنه بعد انتهاء الموسم الحالي الاتحاد هياخد إجراءات فعلية عشان يتم تكوين ربطة أندية المحترفين في نهاية الموسم ده وبعد نهاية الموسم ده أعتقد دي خطوة بتهيألي هتحل كتير من المشاكل اللي بتتكرر كل سنة إحنا ده مشاكل كده ما فيه سيزن بيعدي ما فيهش موسم بيعدي من غير ما المشاكل دي تتكرر أعتقد كمان تاخد المسابقة وتنقلها نقلة إحنا تتكلم على دوري محترفين يبقى مطلوب أنه المسابقات كمان تبقى مسابقات محترفين ومسابقات المحترفين واضحة المعالم فيها واضحة فيها المعايير بشكل من بداية السيزن لغاية آخره مفيش مساحات للارتجال مفيش مساحات للأخطاء مفيش مساحات لان يبقى فيه اي حالة تباين تأثر على قوة وعدالة المنافسة كان فيه اجتماع النهاردة طبعا مع ممثلي الاندية اندية القسم الاول وتم استعراض كل المواعيد المقترحة لاستكمال الدولي طبعا واحنا عندنا يمكن ظروف مشاركة المنتخب الاولمبي في الدورة الاولمبية ودي برضو الاهل يدفع فطولتها انت بتتكلم على انه انت عدد كبير من قوام الرئيس المنتخب المصري الاولمبي من النادي الاهلي انت عندك ست لعيبة تحديدا اه منهم يمكن مصطفى شبير مش اساسي او ما بيظهرش بشكل كبير لكن عندك اكرم توفيق عندك طهر محمد طهر عندك احمد رمضان بيكهم عندك نصر ماهر عندك صلاح محسن وكلهم الحقيقة عناصر موجودة منهم اساسيين بشكل كبير مع النادي الاهلي فبالتالي غيابهم هيأثر عليك وخصوصا مع علان الاتحاد انه عايز يخلص المسابقات في نهاية اغسطس ده بالنسبة لنا احنا اقولت لحضراتكم يا بنسبة لكل فرقة دوري ده شيء جايز جدا وممكن جدا وسيناريو مريح محدش هيواجه فيه مشاكل الا الاهلي للسببين السبب الاول هو ان حضرتك ان شاء الله عندك قبل نهاية افريقيا 18 و25 ده معناه انه شهر 6 تقريبا كله طير لانك انت لو لعبت مع الترجي 25 يبقى مش هتلعب اول مطش الا على اول 7 ومعنى اول 7 ان عندك بالزبط شهرين 7 و8 ده لو الاتحاد الكورة زي ما اعلن جد في فكرة انه ينهي الموسم في نهاية اغسطس يعني حيك بتكلمني على 60 يوم مفترض انه الاهلي فيهم عنده ان شاء الله باذن الله لو تجوزنا الترجي عندك 17 يوليو مطش انهائي افريقيا برا برا مصر وده محتاج سفر يعني بتتكلم تقريبا على الاقل على الاقل في مباراة مهمة جدا يمكن تكون المباراة الاهم على مستوى الموسم عندك اسبوع سفر وتأقلم واستعداد وتدريبات قبل المواجهة وبتتكلم على ماتش سوبر محلي مع طلاع الجيش وبتتكلم على 4 ماتشات كاس دول واحدهم 5 ماتشات وماتش افريقيا 6 ماتشات بتتكلم تقريبا لو هتلعب كل 4 يام في الطبيعي يعني ماتش 3 يام وتلعب و3 يام وتلعب يعني بتتكلم على 16 يوم و7 يام 23 يوم ادي شهر تاني طار هل ده معناه انه النادي الاهلي هيلعب في شهر واسبوع في شهر واسبوع يعني 37-38 يوم 15 مباراة متبقية في الدوري اعتقد انه شيء مش منطقي ومش مقبول وهيبقى فيها مشكلة انا من اكتر الناس المتحمسة ان الموسم يخلص بدري عشان اللعيبة تاخد فرصة انها ترتاح وتستعد الموسم اللي جاي ونزبط بقى نزبط الاجندة نزبط الكالندر اللي اختلت بشكل عنيف جدا وبقت بتتراكم عليها مشاكل محدش عارف يجد لها حل عندنا كمان مطشاط الاهلي طبعا تم منقشتها وطرح الموعيد المناسبة للبيئة سواء كلمة الكامعة الاهلي او بيرمز لان هما دول الفرقتين اللي من مصر اللي مكملين سواء في كونفيدرالية او في بطولة دوري الابطال واعلن الاتحاد يعني ان كل الاندية متعاونة واعتقد ان كل الاندية ما عنداش مشكلة ده السبب الاول السبب التاني برضو عشان اكلم حضراتكم عليه هو انه الاهلي بعد ما يرجع يلعب مطشاطه هيكون تقريبا اغلب فرق الدوري سبقت الاهلي في عدد كبير من المطشاط وحضراتكم عارفين ان المنافسة في نهاية الدوري غير بمعنى انه الفرق انت بتلعب كل فرق الدوري في بداية الموسم لسه معالم البطولة ما وضحتش لسه المربع الدهبي ما تسكنش لسه الفرق اللي بتنفس على الهبوط ما وضحتش وبالتالي الى حد ما من ناحية نفسية ما بيبقاش فيه ضغط كبير جدا على اللاعبين او على الفرق اللي انت بتواجهها لكن كل ما بتقرب للنهاية كل ما المعالم بتتضح كل ما المنافسة بتقوى فوق في قمة الدوري في قمة جدوى للدوري وكل ما المنافسة كمان بتشد تحت لانه طبيعي جدا كل الفرق اللي بتصرع على الهبوط مش عايزة تنزل والنقطة بالنسبة لهم في الوقت ده بيبقى ليها تمن كبير جدا حتى ولو مع فرق القمة الاهلي بيراميدز زمالك سموحة اعتقد المقصة دول الخمسة القوائل وعندك فرق تقيلة للأسف شديد جدا بتقدم سيزن مش في أحسن حالتها عندك فرق زي المقاولين فرق محترمة عندك فرق زي الإسماعيل بتاريخه وبلعبته بيحاول يرجع عندك ودي دجلة وبالتالي المطشطة تبقى فيه منتهى الصعوبة في الفترة الأخيرة عشان كده بقول لحضراتكم بما انه الاهلي هو قال لفرق دوري لعبا للمباريات هو يمكن هيكون اكتر فرق دوري اللي هيدفع تمن محاولة انهاء المسلم في شهر أغوص